أعلنت روسيا اليوم انتهاء المنورات العسكرية وسحب جزء من القوات من شبه جزيرة القرم الوحتل مؤقتاً وفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية أنهت تمارينها التكتيكية في قواعد شبه الجزيرة وأن دبابات ونقلات الجند والمدفعية توجهت عبر السكك الحديد إلى ثكناتها العصلية كانت موسكو أعلنت أمس عن بدء انسحاب القوات إلى مواقع تمركزها الدائم مع قرب انتهاء التدريبات في بيلاروس في المقابل لم ترصد أوكرانيا والبلاد المتحدة وحلف شمال الأطلسي أي إشارات من الجانب الروسي على خفض التصعيد حين قال الأمين العام للنيتو يينس تولتنبرغ إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكرية على الحدود الأوكرانية كانوا دائما يحركون القوات ذهابا وإيابا لذلك فإن تحريك الدبابات أمر لا يؤكد الانسحاب الحقيقي للقوات بدلا من ذلك ما زلنا نرى أن الاتجاه السائد في الأسابيع والأشهر الأخيرة زيادة مضطردة في عديد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وهذا ما ينذر باحتمال قيام روسيا بغزو شامل لأوكرانيا دون سابق إنذار اشتركوا في القناة